طيب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يا جماعة احنا اتكلمنا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعني اقولك سنة 16 و 17 كنا بنتكلم على ايرادات تقريبا حوالي 2.8 مليار حلو؟ طيب أو 22.23 في العام المالي بتاع 22.23 انا وصلت ل 6 مليار يعني عملت نسبة زيادة قد ايه عملت 114.13% ما سلم طيب تعالا نشوف ايرادات قناة السويس بعد افتتاح قناة السويس الجديدة قناة السويس بالحقيقة والارقام وبالدولار مش هقولك بالمصري احنا كنا منحقق في 2014 5.5 مليار دولار في 2023 الحمد لله والشكر لله ما شاء الله 10.13 مليار دولار يعني انا جالي زيادة نسبة ايرادات قد ايه في قناة السويس بسبب قناة السويس الجديدة 87% من 10 ده عشان اعملت قناة السويس الجديدة عشان اعملت اعملت تكريك وعمقت قناة السويس الجديدة وقناة السويس التاريخية القديمة عشان انا قاعد عمل باشتغل طول الوقت علشان اعظم من ايرادات هذا الرافض العظيم 10.13 مليار دولار ما شاء الله طيب مشروعات صناعية بقى انا بتكلم على اجمالي استثمارات وصلت ل7.5 مليار دولار في مجمع البتروكيمويات في العين السخنة انا بتكلم على 240 مليون دولار في استثمارات مشروع الشركة الوطنية المصرية انا بتكلم على 6 مليون دولار حجم الاستثمارات تحت المرحلة الاولى في مشروع بلاتينوم الهندية بتكلم على 35 مليون جنيه تكلفة استثمارية لمركز مرسيدس اللوجستي بطاقة انتاجية 12 الف عربية سنويا ده بيوفرلي كتير بيوفرلي تقريبا 85 فرصة عمل مباشرة و50 فرصة عمل غير مباشرة ده باستثمارات 35 مليون جنيه بس